اشتركوا في القناة والإدمان مش شرط يكون إدمان على المخدرات أبداً يا جماعة في إدمان على كتير أمور بالحياة إنسان ما بيقدر يغير عنها رح نحكي أكتر بتفصيل أكتر معك دكتور أحمد وجالك تحية صباحية تحية صباحية على كل جميع ويا ربي أجعل كل حياتهم بهجة ونعيمة على الدوان حلوة بهجة بتعطيني الجا دايماً يعني ما أنه بالمصر ما بيقولوا الجا هي البهجة متعتها بهجة تحس كأنها بتحرك حيات جوة عجبني أنه أنت غيرت شوي على يعني هي ممكن بهجة بس أنت بهجة هي البهجة أنت من مصر؟ أنا من مصر شو قصة الإدمان؟ الإدمان يمكن هقولكو نقطة أو موقف الإدمان ده له قصة مؤلمة في حياتي لأن أول لما كنت في الماجستير كان موضوع الماجستير بتاعي إدمان الإنترنت وقعدت حارب في الجامعة مع المشرفين بتاعي عشان أثبت لهم أن الإدمان ينفع يكون شيء غير ملموس كانت مشرفة بتاعتي تقول لي لأ الإدمان يعيش شيء بيوتعاطى يا دكتور الله هي ديكي ممكن واحد يد لأ عادنا لففوني حوالي النفسي عشان أثبت أن ينفع يكون فيه إدمان أصلا لشيء كان دا كان ساعة تمائة وتسعين كان لسا الإنترنت مش داخلة بالكلام ده يعني فكنت بكلمة إدمان الإنترنت في كلمة إزانة مصعبة هي شايفة الإنترنت ألكت بها إدمانها إزاي يعني لأنني ما كانت عادها كمبيوتر أصلا والله العلام حلو يا جدعان المفاجأة هم قعدوني سنين طويلة عشان الماجستير دا عشان أعرف أخلص ومخلصوش وسافرت وخلصت بره المهم فالإدمان هو إنك تبقى ما تعرفش تستغنى عن شيء صح هو اللي بيدي لك كيانك وراحتك المصطلحين بيدي لك كيانك وراحتك وبتحس بالمتعة فيه تلاتة كيانك وراحتك متعة ممكن يبقى مع وسائل التواصل ممكن حد بيود من اللايكات عايز لايك فتلاقيه بيتفنن إنه هو يعمل اللي يجيب له لايك ولو ما جالوش لايك يكتئب دا مدمن لايك دا نوع اللي بان طلع جديد مثلا معايا صح صح مظبوط في حد مدمن اهتمام صح إنه لازم يكون في محور أنظار الناس في ناس بقى الآن مدمنة جمال إن دليل اللي هار شغالين في الجمال والعمليات صح ومتابعة دا إدمان وبيفقد الحياة وكاينونته لو حصل لو مثلا صح منهم بس على شكله يتخض مش هايستور نفسه مثلا معايا فالإدمان الآن مش موضوع تعاطي بس الإدمان من وجهة نظري سببه حاجتين أول حاجة فقدان للمتعة ومتعة النجاح وشغف النجاح رقم اتنين فقدان للثقة عشان كان الحلقة الجاية نتكلم عن الثقة حالو يبقى أول حاجة هو فقدان للمتعة متعة النجاح المدمن دايما داخل في دوامة الحياة زي المفرمة شغال في الحاجات روتينية ومش عارف هو عايش ليه ولا جاية الأرض يعني عشان كده يمكن الحلقة الجاية نتكلم عن الثقة واللي بعدها نتكلم على الأهداف بحيس نكاملين الصورة فالنهاردة انا مهم جدا ابحث عن اي شيء انا شايف ان انا مقدرشي ابعد عنه فترة في ناس مش عارفين يبعدوا عن الموبايلات مثلا يعني اذكر مرة في رجل اعمال كبير كنا بنعمل جلسات مع بعض والجلسات مش عارفة تتم وبتبوز لانه حاطت موبايله جنبه وكل ما يريني يرد فانا قلت لو سمحت احنا محتاجيني نسيبه موبايل ساعة او اتنين بس عشان نعرف نخلص الجلسة واللي مستحيل ما ينفعش ممكن رئيس يكلمني ممكن معرفش ايه يكلمني ممت حصل مصيبة يا فاني موادر اللي عاملك استرس اصلا صح كونك مش قادر تستغنع الموبايل ساعة في جلسة دي مصيبة طلع بيحط موبايله جنبه وهو نايم لما يريني بيرد لانه عنده شغل في كل دول العالم فالساعات مختلفة هل هو خوف ايا كان بقى ما هو موثقة بقى موثقة سابعة عدم الخوف الخوف هنكلم فيه في الحلقة الجاي فده جزء الثقة زائد جزء ان هو فاقد لمتعة الرواءان والريلاكس ان انا ارتاح يعني في قصة ملهمة قوي مرة واحد رجل اعمال كان معادي على الشرط كده فلقى واحد قاعد بيستاط سمك بسنارة فقال له انت ليه ما بتطورش شغلك وتجيب ماركت كبير وتستاط سمك اكتر قال له بعدين قال له لما تستاط سمك هيبقى عندك مصنع وعندك عمال وهيجيلك فلوس اكتر قال له بعدين قال له ما يجيلك فلوس اكتر هتعرف بقى انت بقى عندك بيزنس وتجيبها عربيات وتجيب اللي انت عايزه قال له بعدين قال له تعرف بقى تستمع بالحاجات دي وتعرف تسافر وترتاح قال له ما انا كده دلوقتي بسافر وبرتاح. مش محتاجة عامل الفيلم ده كله. الله. حلوة. حلوة هالقصة. ايوة. انا كده مرتاحة. في ناس فاكرة. في ناس النهاردة بقت عبيد. مدمنة الشغل. بيسموه الوركهولك. يعني المدمن ما بيحب حاله. المدمن مش مقتنع بحاله. المدمن بيحس بنفسه يوم ما ينجز. شو لازم يعمل? لازم يحس ان انا لو ما بعملش اي حاجة انا مكرم من ربي حتى ما بتحركش. ربنا اتكرم من يقادر. بس هيدا قرار صح? ان هدا اختيار منه. قرار عقلي. ان انا مرتاح ومستمتع وببدأ اتحرك لزيادة الاستمتاع. تأكيدا عكلامك. لتحقيق رسالتي في الحياة. تأكيدا عكلامك انه الادمان ليس مش هو تعاطي شاء معين. دليل انه في كتير عالم ينضف جسمة من آآ آآ انواع مخدرات مسلا. لكن بيضل شخصية مدمنة. ايه. او بيصل. بيضل آآ آآ عنده مشكلة يعني عنده مشكل نفسية وساوس اكتئاب. حتى بعد ما نضف جسمه. انه بيفضل في ادنان بلقوا. ده هو مدمن تنفيذ الفكرة. يعني اللي عنده وسواس هو مدمن تنفيذ الفكرة. لو ما نفزهاج ما يرتاحش. نصيحة اخيرة بتقولها قبل ما ننتقل اكيد بساعتنا مش ساعتنا بحلقاتنا اللي جاي رح نحكي اشي مكملة للشخصية. ان شاء الله مكملة للشخصية المدمنة. عن الثقة والاهداف. تمرين بسيط. ابدأ ابحث على الشيء اللي انت شايف انك ما ينفعش تقعد من غيره. آآ لو موبايل مسلا جرب النهاردة تعمل تمرين. ان انا هاعد يوم في الاسبوع من غير موبايل. مم. وكل ما تلاقي نفسك عاوز تاخد وقول لأ انا هعيش سعيد مرتاح من غيره. آآ الايميل الواتساب اللايكات ابدأ اعمل لو مسلا حد مدمن لايك مدمن اعجاب. ابدأ اكتب ادخل النهاردة كده بنية تصبيت طقتك. ادخل نهاردة اعمل حاجة عبيضة. بحيس ناس تريق عليها. انا مش فارق معي. انا مش باخد طقتي من الناس. انا رغم ان هما اتريقوا او مدحوا. انا مكرم. انا انسان ليا قيمة. حلو. هتكسر كل الكلام ده. معايا. لما تبدأ تكسر ارتباطك بالاشياء دي. هتبدأ تحس بانك ستفايد وممتع مستمتع. مم. وتنتقل بقى للثقة نتكلم فيها حلقة ان شاء الله. انا بدأ تشكرك دكتور احمد عمارة. مستمعين الكرام. حلقاتنا اللي جاية هتكون مرتبطة كتير بمواضيع نحن هنحكيها. تحية كتير كبيرة. شكرا لك.